بس هو التقدير تقدير هي الكلمة المضبوطة طبعا لانه validation هو استعطاف الآخرين او اخذ منهم يعني الحب او انه يقولوا انت موجود وانت عندك قيمة معينة validation يعني متل بتعرف انت بيكون فيه check بيعملوا له validation للامضة طبعا انه بيثبته انه هيدا الامضة ملكك او هيدا الامضة لقلك انت فديفاليديت فهذا هو التقدير او الاسبت انه انت موجود او كلامك صحيح وانت تستاهل كلمة وحدة بالعربي اسيا ايدي صعبة صعبة بس هي هي تقدير كلمة مضبوطة يعني قريبة لقلة ما بعرف يمكن بصير فيه لغط بين الappreciation والvalidation انت تنام مع بعض كلمة وحدة نحنا عطول مندور على الvalidation او التقدير صح من انت وصغير لك هيدا بتبلش من لما يكون الولد لما يعمل متل متل انجاز رسم لوحة جاب علامة حلوة بالمدرسة عالية ربحها شي كأس بالرياضة فبيجي لحتى ياخد التقدير من اهله فهون الاهل شو بيصير فيون بيشيلوا الضو عنه وبينقلوا الضو منه عليهم انه هن اللي مبسطوا فبيصير هو بيتحول كل هدفه بالvalidation من شخصيته له من نفسه لارضاء اهله وانت بتعرف انه الطريقة اللي من نحب فيها نحنا وصغر هي الطريقة اللي من نحب نحب فيها لما نكبر فلي بيصير انه لما يصير مراهق بيصير يعمل نفس الشي مع اصحابه يعني بيصير يعمل الشي لا يرضيهم لياخد الvalidation منهم ولما يصير بعمر مثلا ثلاثينات او باخر العشرينات بيصير يتزوج كمان بيصير يعمل نفس الشي مع زوجته او هي مع زوجة او حتى بالشغل فبيصير يعمل الشي مش لانه هو صح بس لحتى ياخد تقدير فممكن هادي بتبلش من لما واحد يكون صغير الvalidation انه انشال الexposure والاضواء عنه وانتقلت لرضى الناس عليه ورضى الناس غاية انه لا تدرك ابدا بصير يعني بدور على المحبة يعني بيستعطف الناس او يعطوه الvalidation او التقدير صح لا يرجع على شعور اللي كان ياخده من هو صغير او اذا فقدوا من هو صغير صح بالزبط بالزبط معشانك بصير في حالات تراوما بودولة تراوما بوند لما واحد يكبر مثلا هي دايما دايما يعني اهم فترة لبناء شخصيته للانسان هي اول سبع سنين فاللي بصير انه اذا نحب غلط هو صغير ومعها لاش الموضوع بس يكبر رح ي يعني رح يمرو بباترن معين بيتكرر مثلا اذا كان بيه عصبة فبصير وجهة نظره للحب انه الشخص اللي لازم حبه لازم يعصب علي او اذا كان عايش ببيئة فوضوية فبصير يحب الاشخاص الفوضويين وإلى اخرية بصير فيه باترن يعني اوقات انت مثلا بتشوف شخص شاب او صبية دايما عم يعلق بنفس الباترن من الاشخاص ودايما عم يقزوه وما عم يقدر يحب الا هيدا النوع من الاشخاص فتش بحبش يطلع اهله هيك بقول انه هيدا الشخص مثلا سام او توكسك طب ما هني اهله لانه اتعاطوا معه وحبوه بطريقة سامة لما كان صغير بغض نظر عن جهل او شو ما كان السبب لازم يمرق هو بفترة وبمرحلة يتعافى من الموضوع ويعرف انه طريقة الحب الحقيقية هي انه الى حد ما نحب الشخص متل ما هو لانه الشخص كمان بيضال يتغير يعني فيه اشي صفات منيحة هتكون حلوة فيه راح تتغير تصير سيئة يمكن يزيده يمكن صفات سيئة تروح يعني عم يضل يتغير بمحل بس لازم يعرف انه اللي لازم يغيره هو طريقة او وجهة نظره للحب من هو بصغير انه اذا الحب بطريقة غلط بس صعب يرجع يقدر يعني هو ما عم يعطيه لنشوة الحب الا فعلا اللي كان فائده ومعتبره هو الاساس لانه الولد اذا هو صغير معتبر انه هول الشخصين اللي هن الاهل هن مصدر الحب فشو ما كان هن طبيعتهم اذا كانوا مناح او هن اذا كانوا عم بعملو بطريقة مننا مناحة هن المصدر فتصديقا على كلامك انه بصير يدور على الاشخاص اللي كان بلحظتها يحس هيدا الاحساس لو هيدا الانسان عصبي اذا هو بيعطيني الحب خلص انا ويضلوا على الان بهيدا المحل 100% صح 100% العلاج منها يعني بده مراحل طويلة يعني قلت اول سبع سنين من بانهم لك فيه كوت بيقلك we see the world once we see the world once the rest is memories فانت بمرحلة تكوينك لوجهة نظرك عن هيدا الحياة هي بتجي اول سبع سنين فوجهة نظرك تجاه الحب تجاه العيل تجاه الصداء تجاه كتير اشياء تترسخ وبتمبنى وقته بهيدا السبع سنين باول سبع سنين وبتنحمل هلا انا انا مني سايكولوجيز وما بعرف بس بشغلة ككونتينت كافلام كدوكيمنتريز كتير بصير اني قاعد معن وشوف الحالات اللي بتمرق عليهم فواحدة منه هيدا اللي كنا عم نحكي عمالهي التروما بوند انه الشفاء منه ممكن يصير واحد يعني لحاله ولكن بده معرفة وثقافة كتير كبيرة لحتى يقدر يفهم انه هو بهيدا الحالة او بده مساعد من المختص لحتى يقدر يطلع منه وشوف يعني عن جد يجز كتير كبير من الناس بيعلقوا بهيدا الباترن وبيعلقوا لعمر الستين والسبعين سنة يعني حتى بصيروا يحبوا الاشخاص اللي بتقذيهم بتطلع هيك انه بيسأل حاله طب انا حتى بتشوفهم بالميمز اللي بينزلوا على الانستا وعلى الفيسبوك وعلى تويتر انه مثلا ما تحكي الاكس او فلانه الاكس كان شخص ممنح بقوم بحطوا مثلا ميم او صورة انه واحد عم يسوق مثلا موتو اللي رايح لعمل الاكس بعد ما عم يحكي عم السريع this is trauma bond هاي دي trauma bond انه واحد عم يعلق بهاي دا الشخص لانه هاي دي طريق الحب اللي كان عم يخده من اهله من هو صغير من هو صغير اهي وحتى ممكن يستعطف الحب مش بس من شريك او من صديق طبعا حتى بالشغل يعني ممكن يكون عم يشتغل شغلي بس او رايح عند زبون يمكن زبون قال له كلمتان حلوين راحت البيعة ايه من مين خلص اكل الضرب يعني بطل يفكر بمصلحته حتى صح صح بيعلق بيعلق بالكاركتر طبعا لانه نحن اصلا يعني وانت بتعرف كتير منيح انه يعني مسلا بشغلك وكتير اشغال تانية اللي فيها نوع من اللي فيها ابداع اللي فيها فن الابريشياشن اهم بكتير للمصاري يعني انت بتنبسط مسلا لما تطلع صورة حلوة بتنبسط لما تطلع مشهد حلو او ستوري حلوة او تكتب او ترسم حلو ولما حدا يجي يعطيك او التقدير او الاخري بتنبسط فيه فنحنا يعني نحنا منا نحنا ماديين بس مش دايما فيه نوع من الدفع اللي نحنا بدنا ناخده ما فينا نقرشه بالمصاري ما فينا نستلمه بالمصاري ولا نحطه بالبنك ولا نقفتي بس فيه كتار بيستغلوا هالنقاط يعني فيه كتار واعيين انه انه بيقيسوا الاشخاص لما يتعرفوا عبعض بيبلش يقيس نقطة ضعف الشخص اللي قدامه ويقدر انه انا وين فيني استفيد اكتر يعني بس يلاقي هاي نقطة ضعف فيه اشخاص بيلعبوا عليها صح يعني بس هو اللي بيكونوا مدعوكين منيح بيعارفوا بيتطلعوا فيه للشخص بيقفروا من عيونه ستريت سمارت هو اللي بيكونوا مش ضرور يكونوا عندهم شخصية قوية بس ندعاكوا بالحياة وقسيت عليهم الحياة صاروا بلأ احساس نوعا ما انت من النوع لا انا من النوع اللي بس انت ستريت سمارت اللي علمت حالي انا ستريت سمارت باي تايم اذا متك يعني كمان ما هو فيه نوعين ستريت سمارت فيه من الصغر ندعاك وفيه اكل خبيط لفهم شو اللعبة لانه الحياة الحياة منها مثل الاهل منها منها سهلة منها ما بتق يعني كيف تشوفها اذا لم تكن زئبا اكلتك الزئاب بس تعلمتها مش 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 بطبيعة لها هيدا الشي مش طبيعته وبضلني اوقع يعني ضلني اوقع اغلط لانه الجانب العاطفة موجود اكتر من يعني اذا فيك مثلا تستفيد من شخص بس بس على مصلحة انك تأذيه ما فيني اتحملها انا لو انه بالنهاية اخدت طلبة بس انه لأ نسبة التسامح ونسبة انك تكون عم تعمل شي صح انه كتير اكتر وهيدا ما بعرف اذا هايدا قوة ولا ضعف بس هايدا بدا مجتمع كامل يكون عايش بنفس التفكير لا يمشي الحال المشكلة انك تأكل خبيط اذا انت بمجتمع هو معظمه هاي الفورمولة ما بتمشي معه يعني اذا انت عم بتعبر عن مشاعرك قدام شخص ممكن يكون ضعف ممكن هو يعني يعتبر دغري دغري حفظك وفهمك وعرف انه انت عارف وين في يستفيد منك اوه في يستغلك نوعا ما كيف تتخيل مشهد مش مشهد مش مشهد للشخص اللي بيستغلك مشهد عم نقول انو الحياة مثلا غابة كيف تتخيل انت هلأ ما انا ما بتخيلها غابة لانه لانه قوت حالي يعني هي غابة لما بتكون انت ما بتعرف لما انت بتكون عم تتفاجأ باشياء وجهلة بتقول بس لما بتصير بتشوف تتعرف انه هيدا أسد هيدا نمر هيدا كذا بصيروا مقلوفين هيدا حمار بصيروا مقلوفين بنسبة لأيلك فبتبطل غابة بتصير انه طالما انت يعني عم تحمي حالك ووصلت لمرحلة من الخبرة منك نايف يعني هي نحنا نايف يعني بطبيعتنا نايف ليش لانه الام حنوني وبتعطي الطفل هيدا اذا ما في باي مثلا اذا ما في وجود للبي يكون عم يعطي الصايد التاني صايد الطف صايد القوة صايد انه حرموا من شغلة لابنه لربيه اللي يقلوا ان الحياة منع طول سهلة انا بتخيل هيدا المشهد هيك بهيدا الطريقة انه الحياة ايه بعد غابة هلا انت الفكرة اللي حكيت عنها ولي زكرتها انه البيئة حواليك في تغير من كلمة انه تقويت وتطورت بس انا مثلا بتخيل هيك مشهد عسكرين انه مثلا من خمسة عشر الف سنة كيف كانت الحياة بالعصر الحجرة كيف صارت هلا الفرق بينه وبين هلا هلا انه صار في بنايات وانترنت سريع وتليفونات والاخرية بس بعضه الانسان هو ذاته يمكن صارت الاخلاق من تشرق اكتر بس ما عم ينعمل فيها مثل ما لازم لانه فيه دايما فيه نوعان من التطور بعيشه بالانسان فيه تطور عم السوى الاخلاق وفيه تطور عم السوى العلوم يعني هلا عم يعمل كريسوفر نولان فيلم عن اوبنهايمر لي اخترع او الاكتشف القمبلة الزرية فبيقول انه عالم ما حتقدر تعرف اوبنهايمر بيقول انه عالم ما حتقدر تعرف وتفهم هيدا القمبلة الا اذا جربوها تمام هون تطور العلوم وقدروا يكتشفوا هيدا القمبلة الزرية ولكن ما طوروا الاخلاق لحتى يمتنعوا عن استخدامه فدايما هون بيكون فيه ازدواجية او خطان بارالل مع بعض لازم يتطوروا هل نحن عم نتطور عم السوى الاخلاق بنفس السرع اللي عم نتطور فيها بالامور التانية يعني هلا مثلا مين بيعرف شو ممكن يعمل اي اي زكاة الاصناعي مين بيعرف شو ممكن يعمل هل نحن عم نطور اخلاقنا بطريقة تمنع تقدمنا بالامور التانية لانه هونيك بفوت فيها الكميرشل بفوت فيها المصاري العلوم بفوت فيها المصاري بينما الاخلاق ما بفوت فيها المصاري شوف انت كمان هلأ لما تحولت السينما لصناعة شوف كيف بلشت تخرب مع الوقت لما صارت بس كرمال المصاري مش بس كرمال مثلا واحد يحبر عن رأيه او ينشر سقافي معيني او الاخري شوف لما فات فيها المصاري كيف بلشت تخرب لما فاتت تحولت لماديات كيف تخرب فإنه يمكن هون الفكرة أنه أنه هيدا الحياة اللي من عشر تلاف سنة يعني إحنا بعضنا عم نتصرف بنفس الطريقة أنه إيه غابة بس مع بنايات وإنترنت سريع بس طورنا هون بس هل طورنا الأخلاق بنفس الوقت ما هو سنة نستعمل يعني صار الصراع كان من صراع جسدي أو صراع قنامل أو عضلات أو صراع فكري واقتصادي واقتصادي وأخلاقي يعني صار نحن بعضنا عم نتخانق مع بعضنا أو بعضنا عم ننافس يعني هي الكلمة الأفضل بالمجتمع عم ننافس بعضنا بس صار صار فيه أزكى صار فيه الحرب صارت مرتبة مختلف نوعة مختلف نوعة وإلى لباس حلو يعني أنت ممكن تكون عم تتصارع مع أشخاص عم بيأسرع حياتك بشغلك بعائلتك بلقمة عايشك بس هنم أشخاص يعني بالمجتمع شكلهم حلو ولبسين حلو بس سلاحهم مخفى سلاحهم هو بالعقل بالأفكار بالطريقة التعاطين معك بالأخلاق مثل ما عم بتقول بدي أسألك أنت مع أنه بما أنه كنا عم نحكي على وأنه شخص بيكون عم يستعطف التقدير أنت مع تعطي أنك تعطي الحل للأشخاص اللي بيرضيهن أو اللي بيفيدهن بيعطيهن الحل أو أنت مع أنك تعطيهن العاطفة ولو فيتوا بالحيط بدك فسر لك أكتر لا فهمت فهمت عليك وصلا هايدي بتصير مثلا مع الولاد مع الولاد ومع المرأة والرجال هي مثلا أو أنت بتكون أنت مثلا عم تقل له شيء أنت مارق فيه وهي عم تمرق فيه فبتقدم له الحل ولكن هي العاطفة طبعا أو أنت يعني حسب مين هو الشخص اللي بكون عم مارق بهذه التجربة قبل بتقوم أنت بخلص بدك تنقل لحل ما بيقتنعه إلا لا يجربه هون أنت إذا إذا جيت وقفت بوجهن وقلت لهم أنه عمالوا هيك أو تصرفوا بهذه الطريقة بيفكروك ضدهم أو أنت مثلا ما بتحبهم أو ما بتوسق فيهم أو إلى آخرين بس إذا جيت تعطفت معهم وأكلوا الضرب بيتعلموا وفي نوع من الناس تجيب بتقلك أنه طبع أنت بتعرف ليش ما جيت إنت قالت لي ما بتخلص فأنه هي ما وعرف بحس أنه مسألة تكيف بس أي إنسان محبوب أكتر دايماً مسيح الجوخ محبوب أكتر مضبوط بس مش أنه مسيح جوخ يعني فيه شخص يمكن بيعرف يدوج الزوايا وهو بيعرف يعطي معنويات وعاطفة أم ممكن يكون الحل مطرح تاني وبنفس الوقت نانيتهم بيخربته يعني كمان ممكن يكون الحل فعلاً بإعطاء العاطفة بغض النظر عن النتيجة يعني مثلاً إذا ابنك أو بنتك إجت هيك رسمة رسمة والرسمة كتير بشعة فأفضلت إلا أنت برافو واو شو حلوة ولا تجي تقول لا مش هيك بيرسموها خليني علمك كيف بيرسموها وفعلاً إنت عطيت الحل في فرق كبير بين هول يمكن هون ليد باي إجزامبل أنه أنت بتجي بتقودهم بأنك تعطيهم مثال بتفرجيهم أنه أو بتعمل هيدا التصرف قدامهم وبتفرجيهم كيف أنت تخطيت هيدا الموضوع فهن بدهم يرجع يجو بيقلدوك نحن عم نحكي عم تجربة ممكن هون مثلاً على هيدا المسال بهاي اللحظة شو بتتصرف بهاي اللحظة لحظة شخص عارف أنت أنه عم يعمل شي مش عم نقول غلط أنا أكيد بنبهو الحل عملي ولا بتعطيه العاطفي أول شي بعمل أنه بنبهو وبترك له حرية الخيار حتى يشوف شو فيه ناس ممكن تسمع بس أنا اللي بتصرفه دايماً بهيدا الطريقة مع كل الناس اللي بيعنولي أنه بنبهو وبعدين برجع بروح برأيبهم بتفرج عليهم وبشوف كيف حياكلوا الضرب واخر شي برجع بقولوا آيا كان معك حق وكذا ونتا بتقوله أنه أنت مبسط أنت بتحس حالك شوف أتلتلك هلأ ليك أنا بقولك أنا مع الرأي التاني لو أنه أنا كمان مثلك يعني أنا ضغري بعض الحل يعني أنا إنسان عملي أو مارق بتجارب فأنه مثلاً إذا بتقولي راسي عم يجعني رح أقل لك في عندي باندول أو روح عند الحكيم تغري رحل لك آي رجال بيفكروا بهالطريقة بس كيمكي كان أقل لك تعرف أنت عم بتحعب حالك كتير و مين بيحكي هاك بس يمكن هذا الفرق بين الرجال والمرأة يعني الرجال تغري بيعطي بدوا يعطي الحل صح والمرأة هي مش عطول عم بتدور عن الحل صح بكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة ريتا بيحكي عن هيدا الموضوع أنه الزنمه هو شخص براكتكل بمعنى بيفرجيك مشهدين مية بالمية أنه أنت بتجي بتقول مثلا آآ هلا مش بهيدا البساطة أكيد مش بهيدا البساطة بس أنه والله صار معها هيدا المشكلة أوكي هيدا هو الحل طيب شو هو الحل لأ المرة مثلا أنه صار معها هيدا المشكلة والله شو صار لا كيف أي ساعة شو حصيت ففي نوعان من يعني أكوردنج لا هيدا الكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة أنه فيه الرجل دايما بتوجه صعب الحل والمرة بتتوجه للتعبير عن مشاعره فهون بيصير لكلاش أنه أنه ما عمقلك شو الحل وهي ما بده ما بده الحل هي بس بده تعبر عن ما بهم ما الحل بيكون يعني بوقت كتير كبير أو بكتير من الأحيان ما بيكون بهم ما الحل بيكون هم ما تعبر عن مشاعره وتفطفد وهيدا يمكن الكلب يلاحظه دايما بيصير فيه كلاشز بهذا الموضوع أنه ما عم يفهمني وحتى يعني هو بيشوف أنه هي ما عم تفهمه كمان لأنه ويمكن هذا الشيء كمان حلو حلو الاختلاف أصلا حلو الاختلاف لأنه التكامل بيصير بالاختلاف ما بيصير بالناس اللي بتشبه بعضها شوف أنت هلأ بأي شركة هل بيجيبوا مثلا مصورين بس هل أنت مثلا عندك هم بالشركة فيه بس مصورين لا فيه اختلاف بالوظايف فيه حدا بيشغل أعمال بالإدارة فيه حدا بيشغل أعمال بالتصوير فيه حدا بيشغل أعمال باللوجيستيكس لأنه هن مختلفين فبيتكاملوا مع بعض فهون الفكرة بالاختلاف بين الزلمة والمرأة مطلوب لأنه بيؤدي للتكامل إذا بيكتفكر فيها من ناحية باللوجية ما فيه ما فيه زلمة وزلمة يجيبوا ولد لأنه مثل بعض الاختلاف بين الزلمة والمرأة هو اللي بيؤدي لأنه يصير فيه ولد أكيد مش بها البساطة يعني الخبرية بس أنه وقيس على هيدا الموضوع الاختلاف هو أصل التكامل بس نحن ما عم نشوفها من هيدا المنظار دايما بنا المساواة المساواة كلاش الحرب نحن أقوى منكم نحن أقوى مننا نحن قوية بهيدا الموضوع أنتوا ما فيكن لهيدا الموضوع هي مش هك نحن مع بعض منشكل هالحياة نحن مش ضد بعض نحن فريق واحد بنا نعمر هالأرض بس ما بعرف هيدا 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 الأفكار اللي بتصير تنتشر مقصودة مش مقصودة ما موجهة مش موجهة أنه حتى يلتهي فيها الحالم ولا شي تاني ما بعرف بس أنه دايما ببلش نحكى بهيدا الطريقة وبتتوجه المعلومات والأفكار للإصطدام بين الرجل والمرأة هو ما في أحلى من الاختلاف للتكامل العاطفة بتلاقيها بتركب كمان بالورك بلايس يعني بالشغل يعني هل أنه كمان مطلوب أنه يكون في شوية عاطفة بالشغل شوية شوفي عندنا masculine traits و feminine traits هلأ بالحياة العملية يعني بالعربي خلييني عيدون حتى الطاقة الزكورية طاقة الزكورية أنت ملك العربي والطاقة النسائية بس بمعنى أو الأنسوية اللي بمعنى أنه المرأة طول عندها عاطفة أكتر عندها طبعا عندها انترست أكتر بالإنسان أكتر الرجال عندهم انترست بالأشياء أكتر خليني أقل لك هالقصة الحكمة عادة من فترة عملت ريسيرتش عن الحب تمام بدي أعرف ليش البني آدم بعيش pairs couples اللي بعيشوا اتنين مع بعض في مخلوقات تانية على كوكب الأرض وهن كتير قلال اللي بعيشوا couples مع بعض تمام في ثلاث نظريات بتحكي عن الحب شو هو الحب لحتى أوصل أنا عصة العاطفة تمام بطاسان بأربع إيدان بإجرتان ولكن بيوم الأيام زعجوا زيوس فطلع زيوس وضربهم بالبرق وفصلهم فبقي كل البشر عم يقضوا حياتهم عم يفتشوا على نصهم التاني فهون بيكون عم يقول هو أنه الحب هو بالتكامل ونحن نقصين وبس نلاقي الحب الحقيقي نحن بنقدر نصير أشخاص بيقول لها كيها بالضبط أنه الحب الحقيقي هو اللي بيخلينا نوصل للكمال لأنه نحن بلا الحب الحقيقي نكون نقصين واللي بيصير أنه في حال حدا يرتبط بشخص ما كان نصه التاني من قبل يعني هنفصلوا إذا كان في أربع أشخاص كل واحد ركب مع الغلط فبيركب بشكل ما بعرف التعبير يمكن معاق أو معوق فبيركب غلط تمام هاي دي نظرية أفلاتوان بيرتراند رسل بيقول أنه الحب هو سايكولوجي وبنفس وبنفس الوقت سايكولوجي بيقول أنه الحب هو للتكاثر هو محفز للتكاثر وبقول كمان أنه أوقات نحن ما فينا ننجذب لشخص إلا إذا كان في عنا انجذب سايكولوجي تجاهه وشوبينهاور بقول أنه فقط من أجل التكاثر تمام فهول الثلاث نظريات لحد هلأ هن البولد حبي حبيت طبع زيوس آه آه الميثولوجي أجمل آه أجمل لو دايما هن أنت بتعرف هن اللي خلقوا الدراما والحكايات والروايات فدايما بيربوها بقصص كدير حلوة حتى يعتمد تشبيل وبرق وشقه اتنين وشقه اتنين وعم تدور على نصفك الآخر يعني رومانسية أكتر بين حكاكي وزعجوا الآلهة وكان نايم وفيقوم للنام وكذا ونزل ضربهم بالبرق والآخر فالفكرة هلأ أن نحن نوصل لمحل أنه الهدف من وجود الكائنات الحية هن بالنسبة لكل في عندهم واحد من الهداف الأساسية لأن نحن نتشارك معهم مع باقي المخلوقات واحد منهم هو الحفاظ على النسل أنه نحن نستمر بهيدا الحياة غريس البقاء 100% غريس البقاء بالزبط وهيدا الشي بالجينات مش بس بالأفكار يعني هيدا بنخلق فيه نحن ونشوف الولد مثلا لما يجوع بيبكي تمام فأنه في عنده غريس البقاء بتخلق معه للإنسان ولا أي حيوان تاني تمام فالفكرة هون أنه اللي صار مع الوقت مع الإنسان أنه تطور دماغه وكبر دماغه بأضعاف مضاعفة فلما كبرت دماغه صارت قدرته على التعلم صارت أسرع وأكبر بس كبرت قدرته على التعلم طولت مرحلة الطفولة عنده وبس طولت مرحلة الطفولة عنده صار فيه التزام من الأم تجاهه لمرحلة أطول وبس صار فيه التزام من قبل الأم تجاه ابنه يعني أنت شوف مثلا لبسينة بتربي ولادة لفترة معينة مثلا ثلاث أربعة خمس ست وشر وبعدين شوفهم بصيروا يتقاتلوا بين بعض بس يكبروا تمام كل المخلوقات بصير فيهم فلأنه طولت مرحلة التعلم عند الولد فصارت الأم مضطرة تبقى معه تقريباً لـ 18 سنة وهون صارت تفرض على الرجل أنه يبقى معه على فترة طويلة للحماية والآخرية وطبعاً صار في تراكم مع الوقت من المفاهيم الاجتماعية والمفاهيم المجموعة والآخرين فهون صاروا ملزمين يعيشوا كـ كتنين مع بعض بسبب لأنه الإنسان تتطور لأنه صارت مرحلة التعليم عنده أطول من قبل فهذا السبب بيخليهم يعيشوا تنام مع بعض يمكن أنا بعض شوية لا بالعكس 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 فهيدي بتجي أنت بتفكر فيها بهذه الطريقة أنه لا في أسباب نحنا لازم نعرفها أنه أنا هلأ لما بدي إيجي أرتبط بشخص بدي أعرف أنا لا بدي أرتبط فيه بدي أرجع للـ 1-O-1 بدي أرجع أنه أنا بدي أرتبط يعني لاش أنا بدي أرتبط بشخص تاني فبيرجع أنا للسبب الأساسي وهو الولاد مش فقط العلاقة بيناتنا السبب اللي بيخلينا نكون اثنان مع بعض هو الأطفال هيدا السبب الأساسي والرئيسي والأول وهيدا مش حكي يعني مش أنه أنا مختاري على الموضوع هيدا أعملت ريسيرت وشفته وطلعت بهيدا النتائج اللي عم خبرك إياها فأنه أي واحد ممكن بدي يفوت بعلاقة بدي يعرف أنه أنه فيه فيه مثلا النوع من العلاقة أنه هيدا اللي بدي تستمر للآخر وبدي يجيب منه أولاد فيه نوع لا النوع هيدا هيك بس جانبية جانبية بس مش يعني مش من هيدا النوع مش هيدا النصف الآخر اللي عم دور عليه بالظبط يعني هي ممكن هي بروفا تحضيرها تتعلم تتعلم بحالك وتعلم غيرك وتختبر وتجرب ويجرب الشخص الثاني يجرب المشاعر يجرب الأفكار يجرب التغاطي بسي صعب يعني صعب صعب كتير يعني كل مرة أنا بيجي بقول أنه أنه العلاقات هو شي سهل بجعب تطلع أنه لا منه شي سهل أبدا هو الكونسبت كمان الكونسبت صعب غير أنه قديش هو مقدس وقديش هو مهم وقديش أنت عم فعلا يعني عم تبني عائلة بس الكونسبت متل ما بلشنا بالحديث الاختلافات لبينتنا بتصعب الموضوع وخصوصا إذا الشخص الأشخاص ونحن معظمنا يعني نكون بريئين جهلين بعض الأشياء ويعني في أمور أنت عم تبني عائلة وعم تبني علاقة مع شخص كل العمر قديش مستعد أنك تتنازل من أدابت يعني أو تتنازل من حالك كنت في صغيري أو تتسامح هون وهون يعني الموضوع مشروع بده عطول عطاء يعني مشروع مشروع فاشل متل بواحد فاتح دكاني محل بيخسر أرث كيف بس بيقدر يستمر كل العمر إذا عنده income يعني أرث كيف إذا عنده income من مطرح تاني أو عنده saving مطرح تاني؟ مطرحة المادية المشروع عم بيخسر خيه اذا المشروع عم بيخسر كيف يستمر بده دعم بدك تشيل منك وتعطي من حصتك انت وتعطي لهالمحل هذا المحل انت شراكي انت وشخص تاني بس يمكن توصل لمحل انت بطل عندك شي لحتى تعطيه بكون الشخص التاني مع مساعدك يعني مهول انتو اتنينتكم فتحين هاي الدكين هاي الدكيني هلا انا هاي نظر يعني رأيي بجوز انه تكون غلط هل هو مشروع فاشل ولا مشروع ناجح اذا عم نقيسه بهي دي الصورة اللي اعطيتك يعني نحنا عم نفوت بعقد اجتماعي مدته طويلة يعني مدته كتير طويلة ابديه يعني انا وياك للموت تعرفها هاي ده بيقال لي انه بحبك وتقبريني وانا وياك للموت لا هلأ في واحدة جديدة انه لبعض الموت لبعض الموت لبعض الموت لبعض الموت هاي دي الى عم نلتقى هاي هاي بس يطلع عالجنة بيقولوله وناطر انه يشوف اشياء حلوة يقولوله في مورتك ناطر يخي ناطر تاك ناطر تاك لازم يمكن نشيل هالمورتك لا ليش مشكلة هل هو مشروع فاشل ولا ناجح كلمة فكر بهذا الموضوع وفكر انه هل هو مشروع فاشل او ناجح بيهرب لمحل تاني بتطلع هيك بزغر المشكلة وبأنه يفكر انه ما الدنيا سخيفة ونحن هلق على كوكب عائم بالفضاء فيه ماء وحيوانات وفيه اكيد حيات تاني على كوكب تاني ونحن مش محور الكون وكل هالصراعات والافكار تبعنا ما بتهم بتزغر مشكلتها فبزغر مشكلتي بيهرب بتطلعها من بعيد فبزغر مش ليقوله خلص ما بقعد يفكر بالموضوع يمكن هي بتصير بتراكم المعروفة بمعنى انه انت لما تجرب بتصير تعرف تتعاطف كمان هي كمان مسألة شخصيات ما فيه شخصيات ما بتركب مع بعض بكل بساطة هيدا مش النص بالزبط هيدا مش النص الاخر اللي انت فيك تبتفق انتوياء نص التاني يعني فيه ناس مثلا ما بتحب تحكي بتقوم ترتبط بحدا بحب يسمع بحب يسمع بحب يسمع مثلا انت مهم ما هتزبط يعني هي مش مسألة كمان بس صح وغلط فيه فيه ما بتركب يا خيه ما فيك انت تصب هوا بالكباي ما شو الفايدة من الموضوع ما لا معنى حتى اللي قلته ما عم يركب بانه ما لا معنى قلت انت انه الشر بيجي على شكل نعم مرات ما بيجي الا هاك يعني مغلف قصدك صح او بيجي ممكن يكون مغلف بغلاف حلوة او برداء جميل طبعا اجمل شي ممكن تشوفه هو الشر اجمل شي ممكن تشوفه هو الشر يعني حتى اذا بدك تشوف انت الفرصة الحلوة دايما بتظهر بشكل تهديد شوف انت هلا اذا بدك انت تذكر مثلا الامور اللي صايرة معك شخصيا قد فيه اشيه صارت سيئة معك طلعت هيك قلت انه هاي دي كانت اجمل فرصة بحياتي صارت لانه احنا ما بنشوف القشة على حقيقته بنشوف القشة مثل عن القلة ممكن مقمع عن قلة واع وعن قلة التجربة ممكن مع الوقت بتصير انت تطلع بالشخص وبتصير تعرف انه هيدا الشخص المنيح هو هيدا شعر بحد ذاته والشعر له اشكال يعني اشكال والوان هيدا هالفكرة كتعم قولها لانه كتعم بقرأ فاوست لجوتي فهي قصة عالم اللي بقولوا انه الرجل الذي باع نفسه للشيطان او الرجل الذي باع روحه للشيطان فاللي بصير انه بكون فاوست وابليس بقلب البيت فبيجي احد التلميذ بصير يسأله لابليس اسئله فبصير يجاوبه فبصير هون هيدا التلميذ التاني انه بصير يحب يتعلم منه بقوم بصير يعطيه حكم والاخر هي ابليس بس شو هو العقد اللي انشأوا ابليس مع فاوست هو انه انا بأعطيك اول شي عرضي عليه اجا بالخ انه الشرب شكله كتير حلو اجا ابليس قال له لفاوست انا بأعطيك المعرفة المطلقة وبأعطيك السعادة والمتعة المطلقة واقع هون بالفخ فاوست قال له ايه اكيد بدي اياهون بس نجذب وبس علق بهيد الفخ قال له بس انا بدي شي منك بالمقابل دايما هيك بصير دايما هيك بصير انه واحد بيجي بيعطيك اللي انت بدك ياه الشر بيجي بيعطيك اللي انت بدك ياه بعدان بيصحب روحك بياخد كل شي منك فهون بس قال له انه انا بيعطيك والى اخرية اجا قال له شو بدك مني او اجا قال له ابليس بدي شي منك قال له بدي اياك انت بس تموت تسلمني روحك فبس بيكتشف مع الوقت كمان انه هيدي السعادة المطلقة وهيدي المعرفة المطلقة ما كانت الا جحيم بالنسبة له فلا انبسط بالسعادة اللي قدامها الشر ولا بالعلم اللي قدامه الشر ولا ارتاح من بعض ما مات وهي ما بتنتهي انه ما بدي احرقها يعني بس انه اذا في حد حب لا 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 الليل اللي عم يقرأ اوكي نحن اعتبرنا انه الحب غريزة هي او الزواج غريزة او الارتباط غريزة هي غريزة البقاء هو كمان رجع تطور صار صار احنا كنا عم نحكي عن الارجين طبعا عن الاصل طبعا بس هلأ صار مختلف الى حد ما يعني صارت وجهة نظرنا للحب مختلفة من بعد ما فات الفلاسفي على الخط بعد ما فاتوا الاشخاص اللي حكوا بالاخلاق بعد ما فاتوا الشعرة بعد ما فاتت القصص بعد ما فاتوا الانبية بعد ما اتطورت الحضارات بعد ما اتطورت الاخلاق صار فيه صارنا قادرين نقدر نلمسه للحب بطريقة مش بس غرائزية صار فينا نقدر نشوفه بطريقة مختلفة نشوفه اوسع باشكال مختلفة بألوان مختلفة بوجهة نظر مختلفة بطرق مختلفة مع اشخاص مختلفين صار فينا نجي نقول انه انا بحب هالكباي صار فيه يجي اقول انه انا بحب هيدا المسيق او هيدا القالة او هيدا الشخص او هيدا الكنزة صار فينا نحن ننشأ علاقة حب مع مع اشي ما عنده روح بس منحس انه انه تعطينا روح معظمها مرتبط بالذكريات طبعا معظمها بيرجع لموضوع التقدير اللحظات السبع سنين اللي حكينا عنهم بالبداية يعني معظمها لازم يعني ان احنا لا يكون عندنا وجود بهالحياة بدي يكون عندنا شي نستند عليه من الماضي يعني ونوازن فيه يعني فيه شي انت ما بتعرف هذا الشي كبير الا ما تشوف حده شي صغير والعكس صحيح بشي نقارن فيه ونحن عطولها عم نقارن المشاعر تبعنا بالطفول اللي اللي مرقنا فيها اللي مرقنا فيها بالمشاعر اللي اخدناها وبالذكريات وتعلقنا بالاشياء هو مرتبط بالزمن يعني صار معي شغلة كنت بدي اترك بلد سافر طريت انه اترك البلد وسافر عتدور اشوف شو فيني اخد معي من من البلد اللي انا من البيت اللي انا فيه او من يعني بدي احمل حالي وامشي شو بدي حمل معي غراب شو اكتر شيء له قيمة اخدوا معي لقيت انه معظم الاشياء اللي عم بختارة هي متعلقة بارتباطي فيها بالوقت اللي عشته معا اذا كان فنجان قهوة اذا كان كاميرا قديمة حاطتها عرف اذا كان صورة طلعت ما الاشياء المادية اللي بدي اخدها معا معي الا اذا كان فيه ارتباط فيها يعني بتعني لي عاشت معي الوقت كأنه تجربتك معه فيه تجربة فيه وقت يعني اهم شيء انه الاشياء اذا ارتبطت فينا بتذكرنا بمرحلة معينة وهي اغلى شيء عند الانسان هو حياته حياته يعني الوقت تبعه الوقت عنده المدة اللي عاشها فاذا عاش مع اشخاص او مع اشياء اتعلق فيهم وبيذكروا المماريز يعني بتخلق تصير اوبجكت بذكرك بالمماري بذكرك باللحظات بصير تقدر تزور هيدا الزكرة كل ما تحمل هيدا الفنجان او تلبس هيدا التنزي ترجع بتسافر عبر الزمن وهي بيستعملوها كتير بالماركات يعني بيلعبوا على هيدا الوتر كتير كيف يعني يعني الماركات المثلا اللي بتقلك اللي عندها هستوري او بتربط المادة بذكريات نحن انا وياك عم نشتغل على مشروع لسيارة لبورشا عم نشتغل انا وياك على هيدا الموضوع بتلاقي عطول فيه ستوري بهايند بورشا او حتى ما نقول بورشا اي اي براند فيه كتير براند بيربطوه بالجنرايشن بيربطوه بالحب بيربطوه بالطفولة بيربطوه بدون يعطوه شي مش مادة ليقدر يعلو له من قيمته ويعلى يعلى سعره صح صح لانه هيدا تذكرت لسايمون سينيك حضرت له المقابلة اه هي كان عم يحكي بالتاد توك وبعدين عمله كتاب سميه ستارك بود واي بقول انه فيه طريقتان للتسويق تسويق الافكار تسويق البرودكت تسويق حالك اللى اخره تسويق سيرفسك انت بتقدمه فيه طريقتان فيه طريقة اول شي بشرحلك الدماغ وبيقلك انه فيه ثلاث انواع من الاسئلة واي هو وات تمام سؤال الواي اللي بيعالجه هو دماغ ثلاث طواقات اللي بيعالج هيدا الثلاث أسئلة اللي بيعالج سؤال ال-Y هو الكور اللي هو جوه اللي بيعالج ال-how هو اللي فوقه واللي بيعالج ال-what هو القشرة اللي هو من برا تمام فبقول هون بيعطي example بين Apple وبين products تانين فبيجي بقول كيف بتسوي Apple تجي بتقلك بتجاوبك عن ال-Y بتبلش من الكور تبع دماغك من جوه بتقلك عن السبب اللي خليهن ينشؤوا هيدا ال-product فبقول مثلا بيعطي التجربة بهيدا الطريقة وال-example بهيدا الطريقة لأنه نحنا منحب the clients طبعنا وبهمنا عنه يكونوا مرتاحين وكذا والآخرية حكي عن الواء رحنا بيعطي يجيب عن ال-how رحنا جبعنا هيدا القطع وسافرنا وجمعناهم مع بعض وركبنا واخترعنا ومدري شو جواب عن ال-how بيرجع بشرح ال-what طلع معنا هيدا ال-product اللي هو لابتوب بهيدا الطريقة سميناه Macbook Pro ما بعارش لأنه بهمنا أمرك بالبداية بالزبط بالزبط بلش من عندهم ما بلش من بلش من عند الناس وصل آخر شي شو بقول لون they want to buy it خلاص علق علق الكوسمر الشركية التانية كيف تشتغل بطريقة تقليلية رحنا عملنا هيدا اللابتوب اللي هو كزا 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 وجمعناه بهيدا الطريقة وجبنا وجمعنا وخلقنا هيدا الشاشة واخترعنا هيدا الشاشة كرمال نحنا بتهمنا مصلحتك وما بعرش شوك او كتير حبايا مصلحجة او ايه بالزبط او البرودك كتير مهم انت مثلا هني ما عم يلعبوا بس على البرودك ما ميلعبوا على انت بحاجة ونحنا عملناه كرامتك ونغير لك حياتك اكزاكلي هون فهون دايما الموضوع ما بتعلق بالبرودك الموضوع بتعلق بالهدف من البرودك فهون اذا نحنا درنا نجي نحط الهدف بيرتبط بي شو بهمه الانسان بهمه يعمل مصاري يكون مبسوط او مطمئن او الاخري يعني بمعنى شو بهمه الانسان بهمه انه اشياء مادية معينة او اشياء معنوية فاذا قدر يخلي هيدا الشيء الماد يعطيه يحقق له الاشياء المعنوية الاشياء المعنوية فبالتالي هو بيكون كسب عصوران بحجر واحد بيعه مشاناك كمان بيربطوا البرودكت بالتسويق بالاشخاص يعني بتلاقي انه يا اما بيجيبوا اشخاص ناجحين يمثلوا او بنت حلوة يعني عطول في لينك لازم يكون في شيء انساني موجود انا بتذكر درسناهم هولا بالجامعة كانوا ثلاث مصنفين لثلاث افكار انه يا بيجيبوا حتى يقنعوك او بيجيبوا حدا مشهور لانه انت تتمثل فيه بتحب تكون مثله او بيستخد مبتعاطف هو ثلاثة بالزبط لانه عنده مصدقية وكريديبوليتي فانه عالم بتوسق فيه ايه يعني ما وعرف ازا مسي بيشرب بابسي بس انه بيعمل داعيات لبابسي ايه ما هذه هي كمان هلأ صار شوي صغير العالم بلش توعى اكتر وخصوصا بالسوشال ميديا صاروا يوعوا اكتر على هاي المسرحية هايدي هلأ مش لدرجة بعضهم بعضهم عم يخدعوك شركات الاعلانات بس مش بنفس الدرجة لانه قبل كان المنصات يعني ما موجودة ما في غير بتلفزيون المجلة كان وعندهم هن الأدوات ويحطوا يعرضوا لك الاعلان بالشكل اللي هن بالدنيا وانت مبطر وصارت ارتبطت هاي الصورة اثرت نحن على شغلنا يعني هايدي الصورة اللي هي يعني صارت وانا مبارح كنت باجتماع هلأ بزدت الافكار الصورة اللي هي مرسومة بشكل حلو ومرتبطة بموديل او مرتبطة بفنان او مرتبطة بشي مثالي لتبيع برودكت هلأ عم بتعطي مفعول عكسي عند الجمهور لانه صار يعرف انه هايدي الصورة معناتها انت بدكت بيعني برودكت كل ما كانت الصورة اجمل وبمعنى بولشة اكتر معملها معملها فيها كتير من يعني يعني معملها بولشينج فوتوشوب هاي معناتها فيها غش اكتر او بطلو يصدقوها بطلو يصدقوها وهاي فيه دغري فيها برودكت دغري معها بيجي معها برودكت يعني يعني صورة موديل مرتبة على تصوير برودكتشن كتير عالي ايكولز انت عم تبيعني شي خلق بينقزوا بينقزوا فصار الاعلان ما عم بيجيب حقه منشان هيك شركات الاعلانات ما كنت اسمعون انا انا كنت باجتماع مبارع بشركة كتير كبيرة يعني عابل كنا نروح عش شركات الاعلانات كنوا نتبهوا على اهم شي لعنا واهم شي عنا انه يكون الاعلان يعني ضخم ومرتب هيك كان اول شي يعني طبعا فيه تقنيات وفيه اشي كتير بده او شروط لتنفذ اعلان مرتب بس اهم شي انه عم بيروحوا على شخص يقدر يقدم لهم هاي كواليتي بانتاج مرتب وضخم ويبين لانه كان قبل كلمة كانت المنافسة لما انت تبهر بالاعلان تبعك كان تعطي نتيجة افضل هلأ صار ما بتصدق يعني اجتماع فعلا صار معي مبارح انه خفيفه والله يعني لك في مجال ما نصورها كتير هيك زابطة يعني مش انه زابطة يعني فيك تهز الكاميرا بس ما تكونش كتير زابطة ليش لانه هيدا النوع من التصوير اللي هو ما انه اقرب للناس اقرب للناس هيدا العالم هيك بتصور بتريفوناتها ليه الانفلونسر طلعوا حقيقين وقرابة من الناس لانه هن اشخاص عادية صاروا يصوروا حالون ويعملوا منتجات وكذا ويصوروهم صارت العالم بتلحقون وتهرب من اي شي هيدا الموضوع صارت حاكي كتير بس كتير مهم العالم ما عندي ما عندي لا تلفزيون ولا كاميرا ما عميستفيد ما عنده الامكانيات السوشال ميديا فتح الامكانيات انت منصتك عالسوشال ميديا هي تلفزيون 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 تبعك وكاميرتك هي البروداكشن تبعك انت عم تعمل تصوير بكاميرت التليفون مثله اذا مش احسن من التصوير من عشرين سنة طبعا بالكواليتي وهيدا وكرياتيفتي احسن بكتير مراحل يعني صارت قادر تطلع على تجارب كتير بساعة واحدة تشوف الف فكرة قادر تنفزها متعدل هون 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 تطلع بشي تاني مختلف تماما فالمنافسة هلأ هون ما بتعتمد على تقنيات تصوير انا رح اعمل كورسز تصوير بس هاي الكورسز ما متكلة على التقنيات ابدا على الفكرة متكلة على الفكرة متكلة على الشخص كيف تعلم الاشخاص كيف تعلمهم how to approach people how to approach how to build their portfolio شخصيتهم كيف يتعاملوا مع الكلائنس كيف تعاملوا مع السيليبريتيز كيف هن يبنوا افكارهم كيف يكون عندهم الانسبرييشن منهم يجيبوا الانسبرييشن طبعا الانسبرييشن كمان يعني الفنان فيه فنان بيكون يمكن عنده فكرة وعاش عليها وتكون فكرة واحدة على فكرة يعني هي فكرة واحدة عند فنان ممكن ممكن تعملوا عظم فنان بالعالم يعني مش ضروري كترة الافكار هي اللي تعمل الفنان بس اذا انت بمجال الفن مضطر لل كوانتيتيز فكيف تعمل وكيف تبني افكار كرياتيز هايدا المهم هلا بالتصوير لانه انت هلا you are creating content انت you are an image maker you are not a photographer anymore صح or videographer you are a story storyteller and an image maker كان قبل يقولوا the photographer behind the lens يعني behind the camera انا كنت اعرفش يعني behind the camera انا كنت behind the camera behind the camera يعني مخبه ورا الكاميرا فيه الى معنية بس هن لما يقولوا هو behind the camera انه عنده النظرة طبعا بس هو فعلا انت فيه فيه حاجز كتير كبير بينك بين الخبرة اللي انت بتعرفها بالكاميرا كتير بعيدة بينك وبينش الشخص اللي عم يتصور او اللي عم بيقلك هالكلمة انه انت behind the camera لانه فيه يعني الكاميرا بوقتها كان ما حدا بيعرف يصور يعني يعني هلأ ان احنا كبير هايستوعبوها العالم الجيل الجديد انه هلأ بتصور هيك بس قبل لتصور صورة لتطلع فاتحة او غامقة او زابطة وكانت مصيبة يعني وكانت روح تظاهر وفي عدسات وفي لطلقتها للصورة لتطلع واضحة في عبق 3 سنين بدك شغل ففي تقنيات انت محمي فيها فكانت في مكنة انت يعني انت بالنهاية غير الفنين في القصم الفني فيها بس كامان هلأ راحت هايدي المحمي وراها راحت هو اذا الشي اللي بده يعرف يصنع صورة واللي بده يعرف يصنع قصة لازم دايما يرجع للوان او وان ما فيه مصور ما يعرفون لهول ما فيه يجي يصير مصور بس على التليفون وبتظبط ما فيه يتطور لانه لازم يرجع للوان او وان لازم يعرف كلمة فوتوغراف شو معناتها لازم يعرف انه هي اصلا الرسم بالضوق بس يعرف لهول ويعرف الوان او وان والبيزيكس والاخري بس يبلش منهم بيقدر ينطلق لانه المرجعية كتير مهم بهيدا الموضوع الوان او وان كتير مهم خصوصا لو انه مش مضطر يتعلم التقنيات تبعها كيف يشغل هالمكنة هاي لانه المكنة تغيرت بس الوان او وان كتير مهم للهيستوري للكولرز لانه الزوق كمان لتعرف انت شي يعني نويز شي يعني كولر جريدين شي يعني هيدا لما نحنا هاي الالوان مرتبطة بحقبة معينة مرتبطة بفيلم معين بيدلك على مود معين بذكرك بتاريخ بفيلم بمهول ذكريات نحنا عم نقول الاشياء ما الى قيمة الا اذا ما كان فيها في وراها قصة في مرتبطة بالانسان والاشياء والصورة بدأ تحكي عن شي معين عن حقبة فما نربط بالانسان ما نربط بالستوري تبعها والوان اذا هن بيجملوا هيدا الشي بدون يعبروا عن الشي المشهد اللي نحنا عم نقول التريتمنت تبع التصوير اذا كان فيديو او فوتو لازم يعبر عن حقبة معينة بتدل على اسلوب مثلا انت حابب تعبر عنه فالتصوير مش بس بالكاميرا لا الوان او وان كتير مهمين برجعو باضافة بلعك نوايت له حقبة معينة السابيا له حقبة معينة اللون الأورانج اللي ميل مع نويز مع كوداك مثلا كوداك يا خي كوداك براند فيه ايه بالسبنتيز الأفلام اللي حضرناها كان إلى تريتمنت طلعت مصورة بهذا اللانس مصورة بهذا الكاميرا فالالوان إلى تاريخ وإلى زمن يعني بيأثر على الصورة هلأ يعني أي فلتر هلأ بينحط إذا ما إنه مرتبط بفين معين بذكرى معينة بسينة معينة ما له نفس الإيم اللي هلأ فلتر جديد مش معنات الفلتر جديد ما له إيم بس بده وقت ليتطور ليصير عنده إيم لأنه هذا الفلتر إذا قلنا أسود أو أو إذا قلنا النيز والأفلام في إلى تاريخ إلى مدة معينة عشناها التصوير إذا مش مبنى على ذكريات أو إذا مش مبنى على دراسة إذا عم بتقول إنه له مصدر أو أنت ما تعلمته من الأساس من 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 ما بتقدر كمان تعبر عنه بشكل فيك تخلق شي جديد مش معنات ما فيك تخلق شي جديد بس لما بدك ترجع أنت لرف بدك تعرف على أية أساس أنت عم تلون على أية أساس أخدت مصدر ألوانك من وين وفيك تعمل شي جديد بس إذا بتشوف إنستجرام أصلا بلش بفالاتر والفالاتر كانت مرتبط شو يعني أوت أوفوكس وفلو وبلير ولايت ليكيج في أشياء كتير كانت الكاميرا قديمة كانت مرق ضو على قلب الفيلم فهول ترانزيشنز اللي بنحطوا بقلب الفيديوهات حلوين لأنه كمان مرتبطين بوقت معين وقت كانوا مشاكل كانوا مشاكل بالظبط بس صاروا يتكرروا الجليتش بتاعش يعني الجليتش يعني اللي بتلاقي الصورة هزت أو قطشت كان فيه مثلا فيه بالاتباعة المجلات لما لما كانوا يطبعوا المجلات بيطبعوا CMYK الألوان اللي هن سايان مجنتا يالو بلاك هو لأفلام الحبر بيجي بأربع ألوان الأفلام بتنحط فوق بعضها وبتمشي المكان تطباع عليها يعني بتمشي بسرعة كتير كبيرة فمرات بيهزوا الأفلام بزيحوا عن بعضها فالألوان بتلاقي المجنتا طولها على هيك عجنب شوية صغيرة صارت هايدي الصور إذا فيه صارت افكت بالفيديو يعني بتحس انه المجنتا فيكت عملها مانيولي لما تفهم شو قصتها مظبوط بتعرف الريفرنس طبعا وبساعتها بتصير إلى قيمة مش لأنه حبات زيح المجنتا أو الى قيمة لأنه هاي بتذكرني بعشرين سنة عم بشوف مجلة بهيدا الشكل هلا أفهمت عليك بالزبط بس هلا أفهمت عليك بالزبط على قصة انه شو علاقة الوقت بالريفرنس بالزبط علاقته في تواريخ يعني علاقة الأفلام الأفلام خلقت مثلا مع تطور العدسات الفنتج اللي حكينا أنا وياك ليش العدسة الفنتج الكاميرا مثلا هلا الكاميرات الأفلام الجديدة اللي عم تطلع عم يستعملوا عدسات قديمة أنا أنا بستخدم عدسات قديمة كل تصويرات لأنه لأنه مش لأنه نوعية افضل احساسة والإحساس مرتبط بالوقت وبالزكريات فالتصوير لازم يكون مرتبط بتاريخ معين مش ضروري تستعمله بس ضروري تتعلمه لتعرف إذا استعملته أنك عم بتعبر عن إحساس معين أو شعور أو تاريخ معين بيعمل بيعمل إضافة صح صح عشان هيك قصة يعني هو صار فيه بابين على الرفرنس أنه لحتى تعرف لاش عم تستخدم هيدا الشيء الجديد لحتى تعرف الوان أو وان تابعه تعرف الرفرنس تابعه لحتى تعرف تستخدمه بطريقة مزبوطة وموضوع تاني يكون عندك بمعنى أنه أنت هلأ تجي إذا بدك تفهم موضوع للصورة تجي بدك تفهم شو يعني لوحة ما هي شو يعني فوتوغراف يعني الرسم بالضوء يعني الرسم فبترجع بتروح هلأ الإضاءة تقريبة إن إحنا مضويين ما بعرف إذا رمبرنت بس قريبة شوية من الرمبرنت الرمبرنت هو رسام أغلب الصور أو اللوحات أو الفريمز اللي منشوفهم بالأفلام مضويين مضويين رمبرنت اللي هو الشادوينج والإضاءة اللي بيكون رسم الرسام بلوحات وقبل اختراع الكاميرا بمدرئة دا فهي دا كان رفرنس بالنسبة لأيلون والرفرنس بيمشي تقريبا بكل شي بالحياة يعني أنت بتوصل لمحال بعمر بتبلش تضيع لأنه ما عندك رفرنس ما عندك أرضية توقف عليها بتحس حالك ما عندك مرجع لحتى ترجع عليه يعني مثلا هادي الشباب بيعانوها شباب بعمر الشباب بمعنى عمر الشباب بيعانوها لأنه بيبلشوا يكسروا نوع من المسلمات عندهم فبيبطل عندهم مسلمات بيبطل عندهم مرجع للصح والغلط فأي شي ممكن ياخدوه بيعيشوا صراع هل هيدا الشي أخلاقي هل هيدا الشي صح هل هيدا الشي غلط مبطلوا يعرفوا لأنه ما عندهم رفرنس بحياتهم وإذا كمان التربية والبي هو بيعطي رفرنس كمان للأطفال أو الأم حتى يعني أكيد وإذا فقد حدا منهم أو مش موجود لأي سبب الأسباب شوه الرفرنس للولد الرفرنس بيضيع أو المرجعية خلينا نقول المرجعية ليقارن فيها كل شي بس اللي أنا ما عم بفهمه لما بيغيب بفترة معين البي أو الأم ومعظم ليه عم قول البي مش لأنه عنده أهمية أكتر بس لأنه معظم الوقت هو بيغيب أكتر الولد بيضيع عنده الرفرنس واللي تجيب الرفرنس بالحياة أو مرجعية بدك تعمل عشرة عشرين أضعاف الأفورت للشخص أمت بنيت الرفرنس طبعا أخذ وقت مع الخبيط بيجي الرفرنس بيجي على أنك تاكل ضروبي بالحياة لأنه قبل ما أنك مضطر تعمل تراي أند أر يعني قبل أنت عم تاخد عم تستوعب الرفرنس عم تاخده من مصدر عم يعطيك حقيقة أو بمحبة أو بدون غش بدون مصلحة لهن أهلك عم يعطوك الرفرنس بره لا بس ممكن يكون غلط هيدا الرفرنس ممكن أكيد بس بمعظم الأحيان أو القاعدة خلينا نقول أنه أنت عم تاخد الرفرنس من أهلك بالبداية لتبني عليه شخصيتك وترجع تطورها وتغيرها ويمكن تعترض مع هالشي بس صار في عندك شي لو أنه ما أنه سليم 100% بس هي نقطة انطلاق لإلك بس إذا أنت ما عندك رفرنس ما عندك أساس انطلقت منه بتصير أنت مشتت بالحياة وعم تأخد وعم تأخد عم تتعلم بالتجربة وبالخطأ وبالصح وبتأخد وقت أكتر مثل الإنسان اللي يمكن كسر أجره أو روح أجره بظل يعرش كل عمره يعني وبتلاقي بيأزي الأعضاء التانية كمان بأثر بأثر عليها ولا يجلس لا يجلس بده كتير هيدا إذا تعالج مظبوط بيجلس إذا ما تعالج مظبوط ما بيجلس ذكرتني بجبران خليل جبران هو ربي بتعرف بلا باي في لوحة لإله ليه عم بذكر هيدا الموضوع لأنه ربي بلا ريفرنس لل للرجل فاللي عبى عباله هيدا المكان هو أمه بعتقده هو كمان كان عنده أختان بنات فراسم لوحة إله هو بكون صغير وإمه وإخواته البنات الاتنين فما كان عنده مرجع ولكن لأنه ما كان عنده مرجع شاف الحياة بطريقة مختلفة خلينا نبلش نشوف بكتبه بأفكاره بمواضيعه اللي بيطرحها برسوماته شخص مبدع ما كان عنده ريفرنس فرجينا الحياة بطريقة مختلفة فممكن أوقات طلعنا لحياة أشخاص مثل جبران خليل جبران ما عنده ريفرنس بحياتهم ولكن هو المعتاد والصح أكيد الكل بيبصم عشرة على عشرة أنه ريفرنس مطلوب ولازم يكون موجود ولا هي طفرة جبران كان طفرة حتى يعني إذا بدك مثلا بكتاب النبي بما أن وفتنا عم نحكي عن جبران بكتاب النبي قسط وبيحكي عن مواضيع مختلفة عن الولاد عن الزواج عن الآخرين إذا بطلحظ كل الترجمة موقت الكتاب لعشرين لغة إذا بتلاحظ كل أقوال جبران بالنبي وبغير كتاب النبي بكون عم يحكي عن الحرية أنه في قوت لإله بكون عم أقول أنه إذا فيه شخصين بدون يحبوا بعض ما لازم يحبوا بعض لأنه هن مجبرين يحبوا بعض لأ لازم يحبوا من باب المودة ومن باب الحب الحقيقة لأنه واجب عليهم لأنه لازم يتحرروا من فكرة الواجب لازم يتحرروا من هيدا الأفكار فدايما كان هو الموضوع الأساسي بالنسبة له الحري إذا الشي هن لك ثلاث أفكار بيحكي عنا شوبنهاور ونيتشي وجبران شوبنهاور إجا قال لك أنه الإنسان عنده المقدرة أنه يعمل اللي بده إياه عنده الإرادة فيه يعمل اللي بده إياه بس ما فيه يرغب اللي بده إياه وهاي مصيبة تعلق بالحرية أنه أنت رغبتك شو بتعمل بتعمل إش اللي بترغب فيهم طالما أنت ما قادر تتحكم برغبتك أنت منك حر تمام برجع فيه قول تاني بيقول أنه منكثرت قدرته قلت شهوته يعني طالما أنت برهنت لنفسك يعني شوف ملا صراعه بتطلع وتنزل فيه طالما أنت برهنت لنفسك أنك أنت قادر بتعمل هيدا الشي يعني أنت توصل لمحال بتتحكم بهيدا الرغب الموجودة عندك رجع إجا نيتشي حكا عن الأوبامنش عن السوبرهيومن وفينا نجي نلخص هو أكيد أكتر من هيك بس فينا نجي نقول أنه السوبرهيومن بالنسبة لنيتشي هو الشخص اللي قدر يتخط نفسه وصار حر بشكل كامل وصار مبدع حر من قيود المجتمع حر من الأفكار حر حرية اقتصادية فالفكرة اللي عم قولة بما أنه فتنا عوصة جبران أنه نحن بحثنا بالحياة ممكن يكون مغلف بالسعادة ممكن يكون مغلف بالمال ممكن يكون مغلف بالاستمتاع بالولاد بالعلم بكل شي بس نحن بالنسبة لقالة بحثنا الحقيقة بالحياة هو عن حرية كل أشكال الحرية ولا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد المكان اللي ما في عبيد ما بيكون في مستبدون الفكرة بتبلش من تحت مش من فوق يعني حرب الحرية بتبلش من عند العبيد أنه هن لازم يعرفوا أنه هن أحرار وهيدي الصفة مستحيل تلاقيها عند أي مخلوق تاني مستحيل ما في حرية بمعنى أنه مش حرية أنه نكون محبوس بقفص حرية بعد مفهوم أكبر من هكب كتير بتشوف أنه الحصان بيقبل يكون عبد والحية بتقبل تكون عبد طالما أنت عم تخليها تضل عايشة وعم تأمن لها كل شي ما بتعمل ثورة عليك ما بتفهم هيدا الموضوع أصلا الحيوانات ما عندهم مشكلة هيدا الصفة هيدا صفة إنسانية بحث والشخص اللي بيقدر يوصل لهيدا الحرية هو الشخص هو الإنسان الحقيقي اللي بيقدر يكون حر وهيدا هيدا هو بحثنا الحقيقي بكل حياتنا حرية وقلت إنه الإنسان يعرف شو بده بالحياة يعني أصعب شي يعرف الإنسان هو شو رأيه لما نحن نرجع لموضوعنا اللي هو الرفرنس بضيع أكتر شي بالرفرنس أنك أنت ما تعرف أنت شو بدك مش أنه غيرك ممكن يدلك عالطريق بس أنت أصلا مش عارف وين بدك تروح مهم أنت ما لازم أصلا حدا يدلك عالطريق أنت اللي لازم تكتشف لحالك شو بدك بطريق واحد تاني لا حدا بده يدلني عالطريق بيكلف بيكلف هيدا الشي يعني كمان هترجع وخصوصا إذا أنت عم تكتشف أنت شو بدك شو مش كلتا لما تكتشف لما تدور على أنت شو بدك 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 تعمل التجربة وتعيدها ومش رح ترضى أنك تاخد شي ما اقتنعت أنت فيه فبتكلفك أكتر يعني ممكن تشتري الغرض مرتين ثلاثة حضا يا وقت أو تشتري ثلاث أغراض بدلا ما تشتري غرض واحد بمعنى تشتري مش ضروري تكون غرض يعني ممكن أنت تعيش تجربة مع إنساني ما عدش أنت مفكر أنه هاي بتحبها مثلا بس أنت ممكن تعرف أصلا أنت شو بدك فبتدمر الإنسان بده يضطر يعيش التجربة إذا ما عنده الرفرنس والأساس وموضوع أنه أكيد مش ضروري الإنسان اللي ما عنده الرفرنس أنه هو إنسان مبدع يوصل لإبداع لأنه المبدعين اللي ما عنده الرفرنس بضيع بالحياة اليومية بضيع بمشاكل حياة كيف يقدر يتعامل مع الأشخاص بالشغل يمكن بالزواج يمكن بالعلاقات مع الآخرين لأنه هي مبنية على سيستم وهذا السيستم هو ما تعلمه من هو صغير بس ممكن يكون إنسان ناجح ممكن يكون إنسان مبدع والمبدعين هن نسبتهم كتير قليل بالحياة لأنه هن مش ماشيين على السيستم مش ماشيين على الباترن وهن ضروري يكونوا أصلا فيهن شي بحياتهم منه سليم أو منه معتاد مثلهم مثل الأشخاص العادية وإلا كيف يكونوا مبدعين إذا هن بعدهم ماشيين بنفس إذا هن أفكارهم مثل أفكار معظم الأشخاص ما رح يعملوا إبداع المبدع لازم يكون مختلف مش ضروري النتيجة رح تكون ناجحة المبدعين ما بيقدروا ما فيك تاخد على المضمون منهم شغل ما فيك تاخد منهم نتيجة مضمونة بس لحظة اللي بتاخد منهم النتيجة عم تاخد مثل كأنه عم تتعرف على المستقبل لما بتاخد منهم النتيجة لأنه الحاضر هو تكرار للأشياء الناجحة بالحياة نحن أي شي ناجح بالحياة بنكرره وبنعمله سيستم من ماشيه بيصير يومياتنا وبالتالي بيبطل المبدع يعني إذا اكتشفنا اختراع نحن هيدا الاختراع أول ما خلق خلق بلحظة إبداع صح بس مع الوقت صار معتاد صار مكرر بطل يعني عطى صفة أنه هو هيدا شي يعني هلأ ما قللك سيارة اخترعت سيارة ما رح تقول لي أنت إنسان مبدع موجودة شو عملت شي جديد بيفوت على سيستم اللي هن 90% من العالم أو أكتر حتى 99% من العالم بيختوه وبيمشوه بالحياة لأنه منهم مستعدين يغامروا بإبداع جديد فبيستعملوا بكرروا وبينطروا مين اللي يعمل الإبداع جديد إن هالواحد بالمية من المبدعين اللي هن عم بيغلطوا كل الوقت لأنه أفكارهم ما بتمشي مع السيستم فأكيد إذا أنت أفكارك ما بتمشي مع السيستم ما رح تصيب مية بالمية بس لحظة اللي بتصيب كأنك أنت عرفت شو فيه بالمستقبل لأنك أنت اكتشفت شي ما أنه موجود بالحاضر أنت اكتشفت شي رح يصير بالمستقبل مثل اللي اخترع أي أبليكيشن هيدا إنسان أكيد ما شاه في المستقبل بس بما معنى أنه غير الإنسانية بإبداع صغير هو عمله بس نسبته كتير قليلة بصير بالتراكم كمان أنه هيدا للتراكم يعني هيدا عم تحكي عنه بالزبط أنه ممكن يكون عمل إختراع هيدا كمان عمله بالتراكم إنه هو يحتاج يكون موجود شيء معين ولكن كان مختلف كتير بمعنى اللي اخترع السيارة فورد تمام هنري فورد اللي اخترع السيارة صح بس كان موجود قبله هيدا العربي اللي بتمشي على الأحصنة يعني كان فيه شيء شبيه ولكن هو عمل هيدا النقل النوعية بمعنى أنه قصة الإبداع أنه الإبداع يمر منك ولا ينبع منك هاي جبراند خلي جبراند كمان بقوله على فكرة يعني مش أنت اللي بتخلق أولا الشي هو بيخلق عبرك يعني بكون عندك إشية موجودة أنت بتجمعهم بالهوى وبيطلعوا منك بيطلع منك شيء جديد اللي هو هيدا الإبداع اللي ممكن يكون موجود معظم الوقت اللي بيستفيد من الإبداع هو مش نفس الشيء مش المبدع بالزبط بعدين حتى تكمل فكرة بشكل مصبوط بيستفيد منه هو الإنسان اللي عارف يمشيه بالسيستم ويرجع يكمله وهيدا وهي مش شخصية المبدع يعني شخصية البزنس مان ما هو شو صار شو صار بين فورد والإلمان إلمان كانوا يعملوا كانوا يعملوا سيارات مرتبة مرتبة أكتر من فورد بس هو فكر كبزنس وايز وحط مفهوم التعاون وحط فكرة الشركة أنه هيدا بيعمل باب هيدا بيعمل موتار هيدا بيعمل كذا وأخدوا على عالم الكميرشل فكر بطريقة بزنس بطريقة مزبوطة الأمر كان من يوم يوم هاك فبالوقت المرسادس بدي مدري قداله حتى تعمل سيارة هو كان عم يعمل مدري كم سيارة باليوم عم قدر يصنع مدري كم سيارة باليوم وعصيرة الإبداع كمان حضرت ريك أن مورتي بالموسم السادس بيعتقد بأول حلقة بيكون ريك ومورتي بالفضاء فبكون أول جملة بيقولها بيقول أعتقدوا أن أول شيء يفتقده المرء عند الاحتضار هو الإبداع تشوفش قوية هيدا الجملة لأنه الإبداع بتطلب من الشخص أنه يكون على قيد الحياة والإشياء اللي حولها تكون عن جد على قيد الحياة شوف أنت هلأ فكر دايما inspiration بيجي من إشياء بتحس فيها حياة بتحس فيها روح ما فيك أنت هيك تاخد بتبداع بشيء من طاولة مثلا ممكن تشوف عصفور ممكن تشوف شجرة ممكن تشوف بحر ناس فيهم روح فيهم حياة على قيد الحياة فكلما كانت أنت ببيئة على قيد الحياة أكتر كلما ممكن تكون مبدع أكتر على راية ريك يعني هو ارتباطنا بالطبيعة كمان بيخلينا نبدع أكتر يعني هو كلما بتبعد عن الحياة الاصطناعية وترتبط بالطبيعة بيجيك الانسبريشن لقلها كازم أنا كتير مبسط في حابب تحكي شيء لا 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 عادة بفوت يعني أنا ما عندي شيء عم أتضحك أنا مبسطت كتير باللقاء معك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أهلا وسهلا فيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك يلا منشوفك كمان ناطرين البروجيكت شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك